المهندس أحمد الجابري المهندس أحمد الجابري هو مدير الاستثمار الاجتماعي في شركة شال مصر عنده 25 سنة خبرة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمل في العديد من دول العالم في مجال التدريب وتنمية فكر العمل الحر وخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية وسلوكيات العمل انا ما عرفش الكلمة انا ماسك المايك فانا بتالي كان صوتي عالي صح بس انا بشعب الكاميرا مان مصر ولا لا اه مصر على رجال طيب سلام عليك طبعا التقديم كان رائع احمد الجابري بس انا عشرين سنة بس مش خمسة وعشرين سنة بس عشان مكتوب عربي انجليزي اخباركم ايه حد فاكر خدته قابل مني ايه جميل ريادة الاعمال فول الصف بس طب حد عارف انا اتكلم فيه شكلوه كده باخدهش الجدول بتاع اليوم طب يا جماعة حتلاو في حاجتين حاجة اسمها سلوكيات العمل وحاجة تانية اسمها الصحة وسلام المهنية في العمل او فيلمشروعات الصغيرة انا تخصصي ايي محدود او في الموضوع الممشروعات الصغيرة اني انا بجش blev على المشروعات الصغيرة بس مش مشروعات كبيرة سلقيات العمل بقى مسلوكيات من طالما يوجد فيه ناس حاضرين وكده تفتكروا ايه سلوكيات العمل يعلي اريدين يكلم على السلوكيات العمل ايه سلوكيات العمل اولا هضدنا محدود فيهنا نتكلم مع بعض ي 형ي مش بالأمانة، حد شايف حاجة ثانية؟ الالتزام؟ الاحترام؟ المتبادل؟ طبعاً أنا حكيت بالاحترام بس لكي يبقى ماشيين على كلمة واحدة كل مرة. أنا أريد أن أرى بس إيه اللي بيجي في زينك أو ما تسمع بس كلمة سلوكيات العمل؟ تعاون. ما حد شاني عايز يقول حاجة؟ ترايك إيه؟ أول حاجة تخطر في زينك اللي بيقولك سلوكيات العمل. يعني لو رأت عند واحد وقال لك أنا بس باحترم سلوكيات العمل. النظام؟ أنا بس سمع كده أنا بني أبني 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 أبني. الإتقان؟ في حاجة كمان أخيرة؟ عن سلوكيات العمل في حاجة أخيرة؟ لعلي صوتك. تشاور. عندنا مجموعة رائعة. لو عدتوها هيطلع إن إحنا في أقل من ثلاث دقائق. طلعنا الأمانة، الالتزام، الاحترام، تعاون، نظام، إتقان، تشاور. دي من وجهة نظر مين لمين؟ يعني أنا لما سألتك السؤال أئلت لو اذر لك سلوكيات العمل، طيب كم واحد أنا فكر إن دي سلوكيات العمل اللي يفرض صاحب العمل؟ وكم واحد فكر إن دي سلوكيات العمل اللي مفروضة على العامل؟ يعني من أن العامل إلى صاحب العمل؟ كم واحد فكر إن هي من صحب العمل؟ بس طب والعامل معلوش صح واحد صاحب العمل دايما بيحط لنفسه مبادئ عشان نمشي عليها سياسة بنسمي دي سلوكيات عمل لانه بيحط سياسة العمل في الشرك في المقابل هو عايز التزام من مين من العامل يعني انا عايز التزام في تنفيذ سياسات الشرك الفكرة جماعة في سلوكيات العمل هي بتحدد الحقوق والواجبات ما بين اتنين صاحب عمل وعامل بس المشكلة دايما ان احنا بنبصرها ان هما الاثنين مختلفين بس انت لو بصيت لنفسك تقول لا انا انا نفسي عندي دول عندي الامانة وعندي الالتزام عندي الاحترام عندي التعاون عندي نظام عندي الاتقان عندي تشاور بس السياسة دي لما بتبقى مكتوبة ومحددة بتحط للاثنين المعايير اللي نتفق عليها لان في حد واحدة بنتكلم بيقول لا دول كتير هما فعلا كتير جدا لكن انا لو جيت قلت لك كلمة واحدة بس الامانة طب الامانة في ايه استلام الفلوس ولا توصيل الفلوس الامانة في ايه في الانا لما اجي اعرض منتج اقول له كل اللي فيه طب ما ممكن يكون في المنتج عيوب طب لانا لو قلت له العيوب اللي في المنتج الناس هتشيري ولا مش هتشتري طب وهنا اللي هتأثر لو هو مش تريه عشان انا اللي متعلق بايه بالمبيعات لكن صاحب العمل مش مش مشكلة طب هو بيجيب كده كده البضاعة طب هو جايبها تعبانة وممكن الناس لها رب السنة مستفيد لما بيع مش كده قال ليه سلوكيات العمل المشكلة ان كل واحد فينا ليه معيار بيقيس عليه هو عايز يمشي شغله ازاي وعايز يوصل ازاي لنقطة محددة اللي هي نجاحه النجاح في تدية العمل يا جماعة معناه ايه بالنسبة لصاحب العمل المشروع يكبر يتوسع يبقى ليه فروق تاني النجاح بالنسبة للعامل ايه اخر الشهر يعني عن الكلمة الاخر الشهر لكن الجزء المشترك في الاتنين انه لو نجحت الشركة يبقى حضرك لما تخرج وتسيب الشركة هتقول انا اشتغلت في شركة نجحة اسمها كذا موجودة في السوق شغالة اسأل عني هتعرف كلنا ملتزمين بانجاح الشركة من خلال المجموعة بتاعت الامانة والالتزام والاحترام والتعاون والنظام والاتقان الجزئة بتاعت التشاور دي هتكلم فيها لوحدها لان عادة الجزء بتاعتشاور ما بيحصلش الا في درجة معينة من الثقة ما بين صاحب العمل والعامل ليه حضرتك ممكن تلاقي ايتم او نوع معين من الخدمات شغال وماشي معك واس جدا بس بالنسبة لصاحب العمل بيرجع له بعد كده بمشاكل يعني حضرك بتبيعه السلعة سعرها رخيص فممكن تقول لصاحب العمل ما نشتري منها كتير لكن المشكلة صاحب العمل هو اللي عامل مركز صيانة وشايف ايه ان كل شيء بيجي له ايه شكوى فلو منع دي عندك جزء من الدخل حيقل اللي كان مرتبط بايه اللي كان مرتبط بالمبيعات فحيطة التشاور دي جزء ثقة بيدني ما بين العامل وصاحب العمل فانا دايما بأجل كلمة التشاور او ان انا اخلق نوع من انواع التشاور ما بين صاحب عمل وصاحب مشروع وعامل او موظف بتؤجل ليه لانه لازم يدني بينهم جدار من الثقة ان هو لما يقول له فعلا الحاجة دي شغلت يبقى ماشية كويس المشكلة هنا ازاي نعمل منظومة بتقول سلوكيات عمل التزام احترام تعاون نظام اتقان في اداء العمل ما بين الاتنين خلي بالك ان صاحب العمل في الاخر حضراتكم كاصحاب مشروعات في المسابة لو حد منكم فكر يعمل مشروع تفكيروا دايما منصب بناحيتين هدفع كام عشان هدفع كام عشان في حد عنده فكرة اخر ايه لو حد عنده فكرة اخر يقول لنا هدفع كام عشان اخر الشهر يجي لي كام حتى حضرتك لما بتيجي توظف بني ادم بتحسب ايه الاول لا اعله صوتها كمان انا ممكن اسيب الميكريفون برضو اتكلم بصوت واضح هحسب كام الاستفادة منه كل واحد بيبص للعامل اللي عنده على اساس هكسب من وراك ايه ما انا مش هدفع ربعمائة خمسمائة ستومائة سبعمائة جنيه الف جنيه الفين جنيه واحطه عمولة وهو في الاخر بيدخل كام لازم يبقى فيه برضو جزء مهم ففي السلوكيات هنا من ضمن السلوكيات انك عشان تخلي الراجل اللي بيشتغل معاك عنده امانة عنده التزام عنده احترام عنده تعاون عنده نظام عنده اتقان حضراك لازم تلتزم بنقطة مهمة او اللي هي ايه تلتزم معاه بالحقوق واحد بتيجي نمرة واحد على رأس اوليوات الحقوق اللي دايما بننساها كاصحاب عمل التدريب اي ان كان العامل دقته واتقانه وحتى حبه للعمل نفسه بتضغع لي نقطة مهمة جدا هو جايب فكره حضرتك لما بتجيب عامل وبتجيبه بالذات لو هو عنده خبرة فانت جايبه علشان هو عنده خبرة في هذا المجال بس لازم يتدرب عشان يتعلم البيئة اللي حضراك هتحطه فيها الجديدة اللي هيشتغل فيها الجديدة وعلشان تخلق منه الالتزام لازم تعلمه الولاء للمنتج وليه المشروع بتاعك وايه اللي حضرتك لو هو ما يعرفش الولاء والالتزام للمشروع هنا المسألة ماهياش قوانين فقط على فكرة هنا المسألة داخل فيها تدريب يؤهل سلوكيات هذا العامل ان هو يرتقي ويفكر انه انا المصلحة بتاعتي تقتضي ان انا احافظ على هذا المكان عشان يحافظ على هذا المكان لازم ارفع من مستواة بالتدريب وارفع من مستواة بالتعامل وارفع من مستواة بطريقة تأدية العمل والخدمة عشان ارفع دي بان عملت على نفس الالتزام ده نوع من انواع الاستثمار لما عدراك تخطط لمشروع دايما بننسى الجزئية دي عشان تخطط لمشروع وتتكلم في استثمار دايما بتبص انا حاصر في كام عشان اخد كام انا الجنيه هيجيب لي كام جنيه بس حضراتك عشان الجنيه نجيب اقصى قيمة لازم حضراتك تحط اول حاجة المعايير المعايير دي عشان نتفق عليها هنسميها بس سلوكيات العمل سلوكيات العمل داخل المنشاتة نقطة الامانة هنقوم مثال بسيط لو حضراتك عندك مشكلة في النجارة في البيت لازم تجيب ايه لازم تجيب ايه في حد مختلف عن نقطة دي لو حنتفق انه هو هيركب ترباس هيركب ايه فيه ابسط من كده كام واحد منكم يعرف دي تكلفتها كام طيب خمسة العشرة جنيه فانو منطقة وصلنا سبعين جنيه فجأة فيه حل طلع في النص دلوقتي ان انا اجيب كتير باس وركبه يعني النجار خسر واحنا عدي يعني المشروع فاشل واحنا متكلمناش فيه مشكلة كبيرة ايه جماعة في الحتة دي جميع انواع الحرف الحرف اللي موجودة في مصر لا تلتزم بجزء اسمه سلوكيات العمل ما هو لو حضرتك تعرف مكان تتكلمه تقوله بعثلي الحرفة الفلانية عشان حضرتك عارف ان هي هتكلفه كذا زي ما بقيت الدول هي لا تقيم على فكرة بالقيمة اللي احنا دلوقتي عادنا نفترضها اللي هي تمن الترباس وبعدين تركيب الترباس وبعدين اصلاح الترباس وبعدين بعد كده يجي فك ويركب واحد تاني هي بدقيم بعدد ساعات العمل اللي اشتغلها الراجل ده زي حضرتك لو حسبت يومك تلاقي انك لو انت بتقبض يبقى بتاخد مية جنيه حضرتك لو بتقبضهم في الشهر قسمتهم على الايام حضرتك بتشغل واحد وعشرين يوم ما بتشغلش تلاتين عشان ما حدش يسمع على تلاتين عشان حضرتك بتاخد جمعة وسبت اجازة حضرتك لو قسمت ده على تمن ساعات يطلع لك قيمة الساعة اللي حضرتك بتقبضها فلو جي ركب الترباس في ساعة وكانت تكلفة الساعة بتاعته عشرة جنيه وهو ركبه في ساعي بحضرتك المفروض ياخد كام بدون الخمات صح هنا انطبق عليه مبدأ لما تيجي تعمل مشروع بص من المبدأ البسيط انا بعمل مشروع عشان انا اكسب وافيد اللي هيستفيده اثنين واحد هيحصل على الخدمة واحد بيشتغل عندي بيؤدي الخدمة وعلشان يديني منظومة سليمة هذه المنظومة تقتضي انه يبقى عنده امانة والتزام واحترام للمنتج واللي كصاحب عمل وللعميل اللي بيروح له علشان انا اقدر اعمل سوء معك كويسة وعشان حضرتك تبصت الامور على نفسك لو واحد منكم هيعمل مشروع صغير قوي لو متناهي صغير او مشروع كبير قيم الموضوع من مبدأ هي بتكلفني قد ايه الخدمة دي مظبوط علشان اقدر ادهاله لذلك حضرتك لما يجي يقول لك والله عربيتك بازت فبتروح للميكانيكي الميكانيكي لما بيجي يحسبها بالضبط زي الاعلان فاكرين الاعلان يقول له ايه بقى سبعين جنيه قال له ايه قال له ثمانين جنيه قال له طب هات عشرين جنيه الفكرة كلها حضرتك لو رحت التوكيل تبصت ايه كتب ثمن قطعة الغيار بعد ثمن قطعة الغيار بيكتب ايه العمالة ولو حضرتك بصيت العمالة لايه كتب العمالة مثلا واحد ونص تفتكر العمالة دي يعني واحد ونص عامل ولا هو عامل اشتغل يعني فهم بالجزء الفؤاني الاول بعدين في الاخ ختم برجليه الواحد ونص دي برعان ايه ساعة ونص او يوم ونص او تكلفة عامل ونص يعني عامل اشتغل والتاني اشتغل نص يوم فقط فهي تبقى واحد ونص ليه لانه حط النفس مانوال احنا نسميه سلوكيات العمل عشان لما يجي يطلع الخدمة بتاعته طبقا للتعريفات اللي طلعناها يبقى عنده امانة والتزام واحترام عشان يؤدي للنقطة اللي حضرك في الاخر ساعت لها لما عملت مشروعك النجاح فيه العمل بس نجاح على اساس سليم وعشان حضرك تقنع العمل اللي عندك محتاج تقلي قيمة التدريب عشان تقلي قيمة التدريب يعني بتستثمر في العمل اللي عندك ومستحيل تلاقي عامل في الاخر يخش في شركة صغيرة او كبيرة وعنده كل حاجة محددة باطار معروف وبعدين يجي في الاخر يسيبك ويمشي دايما هتلاقي عنده الحتة بتاعت الحرج لان حضرك استثمرت فيه وحطيت جزء من مجهودك معه عشان تنجحه الجزء التاني ان حضرتك لو عايز تعمل الحتة بتاعت الحقوق وتطبق سليمة 100% لازم تكون انتو الاثنين مقتنعين بالمبدأ هيمشي ازاي الجزء ده بيكمله حتة تانية مهمة اول والاهتمام بالعامل نفسه حضراتكو فيه كتير او من المشروعات اللي بتجنا وبنشتغل عليها لانه انا قلتلكم ان عندي خبرة في مجال مشروعات صغيرة لكن الفكرة كلها ان في مجال مشروعات صغيرة في مجال التدريب بيواجهك حاجات كتيرة بس على رأسها سلامة العامل اي واحد فينا ما عندوش السداد يغامر بحياته يعني الدنيا بتمطر ومجن يتزحلق ورجله تكسر في مقابل ان هو يقعد شهر في البيت ما يشتغلش مش شيء ظريف واحد هتيجي تقول له طب تعالى عايزين نطلع حاجة انتو طبعا عارفين مبدأنا كشعب مصري لو حد طلب منك خدمة تقول له ايه لا ايه ورا ايه باين ايه واخر واحد قلايا اي حد يطلب منه حد تروعين له ايه ودي مشكلة احنا بنوعد بالحاجة قبل ما نفكر هتعمل او لا يعني الاول تقول له حاضر واعدين يقول له حضرك كنت عايزي با دي واحد اثنين نبص للخدمة نفسها حضرك لو واحد عربيته عطلت في الشارع كم واحد بيوقف معاه لا ولا واحد دي جديدة بس ده اليومين دول لكن قبل كده كم واحد كم واحد منهم ميكانيكي طب كم واحد من الوقفين هيفيده طب كم واحد من الوقفين هيفيده شوفتوا فيلم عسل اسود كم واحد فاكر الكاس اتماله ده جهاز تحديد اتجاهات الراجل قال له الكاس اتماله بقى سليم اوه التخصص احنا عندنا كده قدرة ان يعني ايه ربنا وهابنا القدرة ان احنا ايه يقول لك المصر بيفوت في اي حاجة لا عايزين نقف بقى نرجع كده خطوة الورا نقول لا المصر بيفوتش في اي حاجة ونمشي على نقطتين مهمين ان يبقى عندنا سلوكيات في العمل وقول اللي ما عرفوش معرفوش واللي يعني اعرفو عرفو واللي عرفو باعرف في ايه وانا برضو مش تازم يكون اعرف الساروخ من الابرة للساروخ ومش تازم اكون اعرف العربية بتركبها بمفصلاتها بمكوناتها الجزء الاخر اللي كنت هتكلم عليه المخاطر الصحية والبيئية خلال الرحلة بقى على مدار عشرين سنة مثلا تلاقي حد بيعمل مشروع بتاع منتجات جلدية فتفاجأ ان المشروع كله عبارة عن قوضة متر في متر القوضة المتر في متر دي كلها اللي بتطلع لحضرتك الشنط والأحذية رائعة بس هي بتطلع منتج تاني جنبهم بتطلع مدمن للكل لا تهوية مساحة بتاعت صغرة جدا والراجل كل دوره في الآخر على فكرة انه بيقسموا شغل كويس جدا انه يلزق الجلد عملية اللازق بدون تهوية موجودة الكلة بتخلق مشاكل كتير جدا النقطة التانية بعد ما بيخلص الطريحة وبيخلص المنتج بيطلب من العمل انه يعمل ايه؟ يشيل طب انت عايزه يشيل بتعرضه لمخاطر جسيمة من ناحية الظهر والرجل والإيد العمل هنا ما بيقولش لا على فكرة عشان بس نبقى واضحين يعني لانه هما بيقولوا بدل ما نجيب عامل يشيل فنقسم بقى الريسك وبتعب طب نزود انت فلوسك وتعال شيل وانت لما تشيل يبقى احنا اسمنا البلد نصين وتعال بقى اخد الحاجة فانت ما بتبقاش عارف انت بتستهلك قد ايه من مقدار عمرك انت الشخصي لو انت بتعمل ده ومقدار مشروعك لهو ده عامل ماهر فانت بتخسره فالمخاطر الصحية والبيئية ممكن تتضمن ثلاث حاجات الاصابة الشخصية الامن وتأثير محتمل على البيئة تأثير محتمل على البيئة لان انا بيعندي ساعات في المشروعات الصغيرة مشروعات كيموية المشروعات الكيموية كلها جماعة اللي انت سمعتوك حتى من وزير الاسكان من يومين انه هيغير الصرف وبعدين يمنع اي مشاريع كيموية لان ده بيأثر على الصرف بوضو كله عموما يعني يعني فيه تأثير محتمل على البيئة موجود لو حصل تسريب او بتنتج حاجة ما بتتحللش تشوفوا الكياس بلاسك اللي طائرة دي دي بتعودت دي ايه في البيئة حتى عارف لا تتحلل حتى لو قاعدت العمر يقول له لا تتحلل حتى لما تختفي من قدامك هي ما تحللتش لذلك حتى لو دلاتي الناس بتكتب على الكيس يتحلل بنسبة مئة في المئة ده التزام بيه كان موجود على فكرة من حوالي اربعين سنة او خمسين سنة البيئة اللي ورات دلاتي حلية المصر بالطباو ده شيء كويس بس فيه منتجات لازم حضركتي يعارف ان هي مستمرة معك وتأثيرها على البيئة موجود زي صابون الغسيب ده موجود ملوش حل هو مستمر معاني بس ازم ناس تعرف بالذات في المشاريع الصغيرة وانت بتصنع ان ده فيه مشكلة انا واحدة فيهم الصابون ولا المشكلة البيئية عموما ده حضرك بيبقى الصرف بتاعه صرف صناعي مش صرف العادي بمعنى انه حضرك الصرف العادي بتاعنا كله بيمشي ويروح لمحطة المعالجة اللي بيمشي روح محطة المعالجة ده ما تقدرش يتعالج الصرف الصناعي يعني لما نيجي نصنع المنتجات السائلة من الصابون السائل وده ده لازم يروح لمحطة معالجة خاصة بيه الجزء الثاني لو حضرك بتكلمين على سيلاك البيوت ونسبة المنظفات فان حضرك بتقليلي من نسبة المنظفات وعشان كده الناس هتفكر ان هم بيغشوا لما طلعوا الصابون المركز لا المركز حضرك تقليلي الكمية اللي بتستخدميها تديلك نفس التأثير بس بكمية اقل يبقى ضرر اقل على البيئة ضرر صرف الصناعي هقول لحضرك بقى ضرر الصرف الصناعي بييجي منين ان لو حضرك عندك المشروع مثلا زي تصنيع بويات زي التصنيع بتاع المنتجات الكيموية لازم لي نوعية من الصرف ان انا لازم عندي المواسير الصرف نفسها الفي في سي بتخنات محددة مش التخنات العادية ما تنفعش فيها المواسير اللي اقل من خمسة ميلي لازم لي اكتر بالخمسة ميلي ولازم حضرتك لما تتهالك تتشال زي يا حضرك لو روحتي اي مشروع هتلاقي انا عامل عبارة عن مجرى اسمنتية المجرى الاسمنتية حضرتك اللي بيعملها للصرف لا تؤدي لخروج جميع المنتجات اللي طلعت دي خارج المشروع بالعكس بيحسر في عملية تشرب وبعد كده عملية تصرب للبيئة فلازم حضرك يبقى موجود حاجة اسمها صرف صناعي صرف صناعي لا الدولة عاملة الصرف الثاني بقى الدولة عاملة لما هذا اللي احنا متكلم عليه ان الدولة قريدي عاملة دلوقتي تحويل لكل منتجات الصرف الخاصة بالصرف الصناعي زي مدينة الحرفيين مثلا اللي في السلاح دي صرفها حضرك ما بيخش عندك انت على القاهرة الكبرى دي صرفها يخش على محطة الرافع محطة الاليوبية علشان خطر يعدي على محطة معالجة تانية تختلف تماما منظومة اه انما راح تجع مدينة في وسط المساكن تضرر قائم انما برضو في حلول تانية حضرتك ما هو مش تازم تجوني برضو بتنتاجي من الالف الى الياء مش تازم تصالي مرحلة الصرف يعني يعني برضو ايه ناخد الموضوع بالراحة ما هو المدابغ لما جوم ينقلوها مرة راحة محدش ردي طيب ما هي في الاخر قاعدة في مكان ما هواش مكانها والمشاكل قائمة منها والمكان الاسري كله بالشغال طيب فالحل جواسط انهم مراحل على مراحل النهاردة محدش بحس بمسألة منتجات الخضار والفاكل لان كلها راحة السوق طبما الناس كلها كانت فروض الفرج مش عايز تطلع لما طلع النهاردة الناس بتتخاني على اماكن فروض في السوق وعايزين يتكبروه بتعتمد بس هي فكرة نوصل بس المرحلة ان يبقى عندنا منظومة بتقول ده مكان صناعي خلاص بقى معروف ليه لان منتجه حيتوجه للناحية الصناعية يعني ده مكان خدمي شغال كله حاجات خدمية مش مضر بحد احنا لو ممكن بقى نقل بس كريم بس عشان هيها هتبقى بعيدة الجزء اللي كنت بتكلم عليه على التداول اليدوي اي نشاط هيستخدم القوى العضلية والحركة والدفع والسحب والحمل من خلال الاشخاص الصورة اللي فوق هي الصورة الصحيح حضرتك لو بصيت على اي عامل في عملية المناولة او التداول عندك هتلاقيها اما هيوطي تاني ظهر يهم هيوقف حيتني الجزء الخاص يعني العمود الفقري على فكرة جماعة هو عشان نتفق بس الاساس بتاع اي عمره المسلح الاساس بتاع اي جسم العمود الفقري ايا كان بها الكائن لو عنده عمود فقري فهو ده دوره الوحيد ان هو مثبت الجسم على شكله الصحيح طبعا اللي منكو من الشباب دخل الاختبارات على الكليات العسكرية حيلاقي كان اول حاجة بيبصوا عليها العمود الفقري وبعدين ممكن يطلع واحد يقولك لا عنده عجاج وكده فتلاقي ان موضوع يعني موضوع بدايق جدا بس طب ما هي يعني دي تراكمات يعني انت عدراك كل القصة بتيجي من ناحية ان عدراك بتتداول ايه طول النهار وتشيل ايه وتحط ايه وتزق ايه وتعمل ايه وتخرج بالنتيجة الحتمية في الاخر يعني الانشطة المتكررة استمرار الجهد المطلوب لدعم العضلات او دعم الحمول يحتاج لي بس لمجهود للحفاظ على وضع ثابت تفادي مشاكل اللي هتحدث في الظهر والرقبة واثناء الكتابة والقيادة تعمدت احطي الاثنين الاخرانية عشان ما حدش يقولي بس ان المشاكل بتحصل وانا بشيل طب انا مش هشيل بس حضرتك بتكتبه وحضرتك بتقرأ حتى لو عندك اطفال عش تبع عارف هتلاقي ان احنا برضو عندنا جزء حتى المدرس ما بيقولوش انه بيسيبه موضة دماغه فيه فقرة عنقية يا جماعة اللي ايه اخر جزء في العبود الفقري فقرة عنقية شايلة دماغ لا ما تيليش لقد دلوقتي السليم بص بقى رايح على العبود ده فالفقرة العنقية دي جزء مهم جدا من الجسم حضرتك بتحمل عليه لان هو شايل الدماغ لوحده الدماغ على فكرة هي المخ شايل الرأس بالدماغ اللي جواه حضرتك طول ما انتهاء او تلاقي واحد طول ما ماشي كتاب ونزل حضرتك الحبولة دي هي على الجسم وهي على المحور الارتكاز بتاعك اللي هو العمود الفقري الجزئية بتاعت محور الارتكاز دي اهميتها ان حضرتك تفضل العمود الفقري سليم في اي وضع الوضع بتاع الفكرة الصورة اللي هو المعتادل ده وده صعب جدا ان حضرتك لو بصرت تلاقي نفسك على طول دماغك في اتجاه يعني ما يعني بص هتلاقي ايه او ممكن تجيبها بقى الناحية دي هوا فيعني هتلاقي حضرتك الناس هو هي بتسوق العربيات واحنا بنسوق لفترات طويلة جدا فحضرتك لو بتسوق وبتوقف في اشارات كتيرة زي اللي احنا بنقف فيها فحضرتك منزلق في الكورسي ما تحبش بقى هدفه على فكرة حتى لو قاد في تاكسي معنا بس عشان نبقى واضحين يعني الكورسي ده مش معمول تسعين درجة هباء يعني كان ممكن ما يعملوهش بالزاوية دي اش كده فانت حضرتك عشان تتفادة الزاوية تقعد لعدة الوعيدة دي ايه على فكرة فيه مقولة عند الانجليز يقولك ريسباكت تورباك يعني عشان تبقى راجل هلثي ريسباكت تورباك احترم دارك لان هو ده اللي هيتعبك لما تكبر هو ده اللي هينحني وده اللي هتكون فيه كل المشاكل عملية تداول المنتجات وتناولها جماعة دايما تبقى مغلفة تبقى متقفلة كمشروعات صغيرة ما تتداولش حاجة مفتوحة وما تستاونش وانت شاهد كباة شي سخنة يعني احنا دايما برضو عندنا الكرم العربي الاصيل فده كل واحد الكباة على الاخر فاهم ولو بيحاول فاهم اول ما تيدلي شوية فاهمت الحمد لله ما جاتش عليها عملت حاجتين هو انت ما تلاسعتش بس في غيرك ممكن يزحلق فكان ممكن عدريك بمطالة البساطات خليك في الامان وتشيل الجزء منها اللي هو العلوي يعني الحب اللي كانوا في الزيادة في الاخر وتمشي بها عادي انا مش عايز اطيل عليكم على فكرة انا بس يعني كنت بحب دايما في اسبوع الريادة ان انا هكون موجود دايما بحب اتكلم على المشروعات الصغيرة والصحة والسلامة هكون موجود معاكم لفترة في الاخر حتى اقوني في اخر القاعة وعايز اعرفكو على حد احنا بنعم بنامج انطلاق وفي ناس عادين من انطلاقها مش كده فعايزين نعرفكو على نموذج يعني مجتهد هو قاعد معنا فازة السنة اللي فاتت بالجايزة الاولى كانت 150.000 جنيه بنامج انطلاقها خاص بالمشروعات الصغيرة والتدريب على المشروعات الصغيرة وهي عاملة المشروع بتاع الالتباعة وبيلتزم بجميع سلوكيات اللي عملوا التناول والتداول فاحنا مطمئين لما هتكلمكم على المشروع يعني هنبقى منديكو صورة عامة عموما المشروع الصغير ممكن ينجح ازاي وهي معاكم ممكن تسألكو كل الاسئلة اللي انتو عايزين ترافوه لو حد عمل مشروع صغير ونجح وخلال فترة يعني احنا بنعتقد ان هي القياسية في ايه اسئلة للاحمد اللي حاضرين مننا برنامج انطلاقها والستاذ احمد هو مدير برنامج انطلاقها فاللي عايز ايه اسئلة والستاذ احمد معاين اوه اوه صغير اوه 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 بس في بداية مشروعك عشان هنا جدا لي بالعكس ممكن تأصل عليه. يعني عشان احتمل مسلا من مكانك مسلا من الحوارة المثال اللي قلت مسلا اللي هو شرط الجلب عشان احتمل مكانك كبير شوية ووسع وعمل في تقرية وفي هوايات كل كل تكاليف. حيث ان هو عمي نفس انتاج مشروع جوية زيتا. كنت روص. كنت روص. طيب. هقول لك الحاجة هي هي نفس تكاليف بس يعني هسيبها واحدة واحدة يعني هو انت بتدهر على مكان تعمل فيه مشروع صغير مش كده. هيفرق معك لو كان فيه شباك او ما فيهوش. يعني حسبك على الشباك بمعنى دقة. خلي بالك. خلي بالك. مش وسع. جيد التهوية مش لازم بواسع. جيد التهوية يعني فيه مصدر تهوية. وحديده لك بالزبط يعني عشان الناس يتعاملوا في البدروم. يعني تحديدا اللي بعملوا في البدروم مفيش اصلا منفس لنور ولا هوا. دي بتختلف تماما. وهقول لك برضا لحاجة تانية يعني ما هو جودة المنتج اللي معمول في بدروم يعني ما فيهوش تهوية جيدة. معناه ان هو هيبقى فيه نسبة رطوبة عليها. ففي الجلد مش هينفع. فمش هيبقى ناجح وهيبقى مشروع كويس. بس مش هيبقى مشروع ناجح. على فكرة في انطلاقها هي اسمها يعني اساس الكورس بتاع انطلاقها هو كيف تصبح مالك او صاحب مشروع صغير ناجح. هي الفكرة انه كل ممكن يبقى صاحب مشروعات. بس كلمة ناجح دي بتفرج. يعني هي ده ده المعيار. انه يبقى المشروع الصغير الناجح هيبقى ليه معايير. واحدة منهم السلوكيات العمل. صعوبة تطبيقها على فكرة. جزء منها لو خدت بالك كلها برا عن احنا نسميها يعني الانجليزي. صحيح. انت بتتكلم على الاسيتس نفسها يعني. لا. حقول لك على حاجة. فيه شركات لتقبل مثلا ان المقاول يشتغل بدون او المهمات الحماية الشخصية. يعني انت عدراك بتشوف طبعا يعني يعني بس انت حتقول لك كتير بس يعني حقول لك يعني. ده شفت الكهربائي عندنا في مصر بيشتغل ازاي? حاجة اختراع. يعني تجيبه على اي سلك. تقول لك بس النود لحسنة الكهرب. يعني كامو احميجو بيشتغل والسلك وواصل والكهربة شغالة و امتين وعشرين فولت. افصل لك الا لا لا لا. فيروح بيطلع البنسة وشغال. وبيروح عامل لا وبيروح عامل افلة. خلي بالك. بيعمل ايه? هو ما الكهربش لان هو ماسك من العازل على يعني هو زكي. وهو ماسك من العازل. يقول لك بعليش شرف عن مفتاح تاني كده. هداني يكمل شغل. وبعد انا ما ديجي تقول له طب ما كنا افنا المفتاح من اولي يقول لك لا عشان ما شايف الكهربا. وبعارف اللمبة اللي حتناور اللي حطيت فيه. بص في حاجات في الامان تخصك وتخص العامل في الاخر. مصلحتك فيها. عارف لما يقول لك الدرايب مصلحتك اولا. الصحة والسلام المعنية مصلحتك اولا. ما تحصراش في حاجة محددة لسبب. انه يعني غلطة الشطر بالف. من الاخر يعني. يعني حضرك بص. لو مش لابس جزمة مثلا الواحد يشارف المعمار. ثم شابس جزمة ما اتخصصها للمباني. مع ان دي هتكلفه كتير قوي. وصعبة وغالية وا 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 وا. لكن حضرك تخيل ان قالب طوب واحد وقع بس على مشت رجله. قاعد شهر. تكلفه قد الجزمة اللي كانت هتكلفه مية جنيه. شهر. قاعد في البيت. يوم ميته كانت فيها خمسين جنيه او اربعين جنيه. يبصي لهم تبقى اول ما تحصل المشكلة. عشان احنا بنبصي لها متأخر سنة. مش بدري سنة. ده اللي بنسمي له. انا ما تعمقتش على فكرة في قصة الصحة وسامة انها عشان كده. عشان بس ما دخلقوش في امثلة كتيرة هتفاجأي ان هو ايه ده. ازاي ما فكرناش كده من الاول. اللي بيطلب من البواب بتاعه مسلا هو لازم يخسله ببا العمارة. يوم راجل يمسك الخرطوم ويروش المايا. انت بس ساقفه كله وكابلاته وكهرباء وبتاعه. هو ما يعرفش على فكرة. هو ما يفهمش. صحة وسامة ينامش في دماغه. بس لما يلاقي واحد تاني معدي جنبه من من سكان العمارة يقول له لا ما تعملش كده. لانك ممكن انت تكهرب وتكهرب الناس وتكهرب العمارة كلها. المواقف بيختلف. تخيل انه يبقى عنده ولاء للرجل ده. معينه هو ما ادهوش حاجة. هو بس عشان ده بيخلي باله عليه. فاصبح ليه ولاء. صاحب العمل بنفس الطريقة على فكرة. اللي هو واحد يجي يقول له ايه اصل المكوى. لو واحد ما اجي ويجي يقول له والله سلك المكوى يعني. تاني يقول له لا بس يشتغل يعني هتكهرب خلاص دلوقتي. حاضر. شغال. طب لو يتكهرب هيحصل ايه? انت عارف المبدأ نفسه بتاع ان انت تفكر لقدام في السيفتي. او تفكر لقدام في حماية الشخص لقدامك. انت هتسرع هو يستريع. المقاولين كل طيفة المعمار بيشتغل من غير تمينه بشغب اليومي. طب تعالى تحصل حدثة. صاحب العمل هيخاف عليه. كان خاف عليه من الاول مش كده. يعني زي اللي بتشغله على سقالة زي احنا عندنا يعني فيه كان دايما يقول لك ايه يوجد في مصر فقط زي تركيب التكييف عندنا. احنا عندنا تركيب التكييف ده ده حاجة فريدة من نوح. لسقالات ولا اي حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده. يالله جماعة. وقعدين تلاقي واحد ماسك واحد فهم? وطالع من الشعبة من نص متر بره في الهوى. نعم ازاي? اختراع عشان يركب خرطوم. تمن الخرطوم كام? طب تمن التكييف كام? طب تمن البنياء ادم كام? فما بصلاقه. الراجل اللي قاعد تحته وانت مقعده في القوضة الديقة اللي مش عايز تجيب له شباك. ولا مروحة بالمناسبة على فكرة. الحلول على فكرة لو انا كل اللي قلته ده مالوش عشر حلول عشرة. اوافق. انما عشر حلول مش عايز مروحة. طب نجيب له شباك. طب مش عايز شباك عشان ما هدش عشان الترخيص والحاي. طب هنعمله عن طريق اللي هي الريفولفنج. اللي هو اللي داخل من مانور يعني. عبتع له شباك من ناحية تانية من مانور. اه. كده طلع السؤال. بالنسبة? لا. بس. بس صعب تعلمي ازاي يشيل? لا. اقول لك ليه بقى. او ده سؤال كويس يعني بس. اقول لي. هو محدش بيقول لك اول ما تبتدي اعملي السيفتي نمرأ يعني نمرأ واحد. بس كم واحد فيكو الفترة الاخيرة دي قرأ على حرايق لمشروعات كتيرة في مصر. كبيرة او صغيرة. فترة الاخيرة دي بالزال. ترغز ونسيق صح. بس دي كبيرة او يعني فيما شريعة صغيرة سيطار. تعرفين هي بتبتدي اصلا ان هي كل المشكلة ان ما فيش طفاية حريق واحد. وطفاية الحريق بمية جنيه. يعني هتراك بتستسمري في مشروع بتحطي فيه خمسين تلاتين عشرين عشر تلاف جنيه. بس مشكلتك في طفاية بمية جنيه. زي المسعف اللي ما عرفت السعب من حاجات الاسعاف. ما هو برضو فعلا لو فكرت في السيفتي وبعدين لقيت ان انت مش معرفة الناس. ما ده صعب. بس انا عايزة الجنوط اللي انت يقولتيها بقى بتاعت ان هو العامل انا برضو في مشكلة ازاي يشيل الحاجة ويتأذي وبعدين يأذي غيره. الفكرة يا جماعة في ان انا لما اجي اعلمه اصلا هو هيشيل ازاي. ما هي مش مش نظرية الشيل. هو الفكرة كلها ان الشيل ليه طريقة. حضرائيك هو اللي احنا بنعمله ايه? انا لو رميت علبة على الارض هتلاقي راح يدرح مغطي وشيل. هو هي بالزبط. هو حضرائيك الشيل الصحيح اصلا ان العمود الفقري ما يتنيش مش احنا اتفعل ان ده الميزان بتاع الجسم. يبقى انا هنزل زي مانا. يعني انا هنزل زي مانا. مش هنزل زي مانا. مش هاتني ظهري. ولما هطلع بالحمولة هطلع بيها قدامي. مش هطلع بيها تحتية. يعني مش ظهري اللي هيشتغل الرافعة. لو انا بتكلم بس انا مش عايز اخش بقى عزمي وميكانيكا. مش ظهري انا هو الرافعة. احنا كم واحد في السيشن. نقول خمسين. يعني اسمقاني خمسين واحد. كم واحد منكم لما يطلع يتكلم مع اصحاب ممكن يقول. عشرة. لا جاي لحضر لك موضوع التنفيذ بقى. موضوع التنفيذ ده ارادة. على فكرة مالويش علاقة باية حاجة. برافو عليك. انا علمت وهو منفزش. ده مبدأ تاني خالص. انتي عارفة السواب والعقاب? لا. وانتي لازم اول حاجة تروح يترضاه. يا اخوانا الثقافة دي بطلت من زمان اوي. اللي هو اول واحد يدائيك تروح يترضاه. ده بطلت اول موضوع ده. في حضر لك في حاجة اسمها الخصم. وفي حاجة اسمها التنبيه. وفيه ده مجيزة شافة وفيه انذار. حرام? كمان حرام خسر. خلاص يبا يموت. حضر لك حرام يعني ده يعني ده حضر لك ده مصيره يعني مصيره النار. يعني. طب انا هبص بس على دول الاول عشان يعني. الاساسيات التي تخضروا عليها افضل مشروع في المصابقة والجائزة. حاضر. نجد ان طريق التواصل مع بنامج انترانها بعد انتهاء ضعيفة جدا بمجرد الاس ام اس برضو حاضر. حاضر. هرد على اثنين. الواحد اللي بيسأل بالنسبة للمسابقة. المسابقة ليها معيارين في الاختيار. المعيار الاولاني ان فيه تنزل بادري قبل المسابقة حضرتك بتملاها. بس لازم تتميلي يعني بشكل صحيح وكامل. بتقيم مبدئيا الاول هي كاملة ومستوفية الشروط ولا لا. بعد كده لو هي كاملة ومستوفية الشروط بتخش المرحلة التانية. المرحلة التانية بتبقى هنا في المجلس الغرفي البريطاني عملية تحكيم. نسميها احنا فيس تو فيس. حضرتك بتقاب قدام المحكمين. وهما بيسألوك. عددهم مش كبير حضرتك واحد قصاد خمسة محكمين. اظن فير. اظن عدل. وياك ما تبقاش عارف موضوع الشيل. ده سؤال اساسي. كده بحاجة حنسا صح? لا يعني حضرتك الخمسة دول بيسألوا عموما في اركان المشروع. وعموما عشان الناس دي تبقى عارفة المشروع اكتر. فيبقى بينهم حد من بنك. حد من جامعية. حد من شركة زي مثلا شالة وكده. وحد من من هيبقى من من قطاع خاص. وهكذا. في الاخر الخمسة اللي قدام حضرتك كلهم معرفتهم مختلفة. وكلهم علمهم عن مشروعك هيبقى متساوي. فهيدي القرار والتقييم طبقا للخمسة اللي بيتنفسوا على نفس الجايزة بطريقة متساوية وكلها فيها عدالة يعني. المشروعات الصغيرة يعني انا موضوع نسب الانجاز عشان مفتيش يعني مش فاهم اصدق بيه ايه. لكن اللي قدر اقول لك المشروعات الصغيرة اول سنة عرضة بنسبة تسعين في المئة انها تفشى. تاني سنة عرضة بنسبة خمسة في المئة لثمانين في المئة انها تفشى. تالت سنة النسبة دي بتصل لخمسين خمسين. من السنة الرابعة حضراتك بتحقق ارباحك ومستمر الى مال انا ان شاء الله طالما انها حضرتك مستمر بمشروعك. النسب دي مش انا اللي حطيتها دي النسب العالمية. بس في مشاريع نجحت من اول اسبوع. وفي مشاريع ما نجحتش لمدة تلات اربع سنين وحاولوا فيها وما نجحتش بس لما واحد خدها نجح وهكذا. فما فيش حاجة اسمها كده لكن في حاجة اسمها يعني النسبة المتعرفة على المشروعات الصغيرة في اول سنة تسعين في المئة عشان كده بتحتاج لصبر ودعم ومساندق. ده سبب وجود البرنامج الى يومنا هذا. الجزء التاني هو ان هي النسبة دي بتزيد كنجاح وتقل كفشل مع مرور السنين. فعذراك كل ما بتعدي سنة بتقول لكده انا يعني وصلت لبر الامان اكتر فاكتر فاكتر فاكتر. بس ما فيش روشتة محددة بتقول يعني ايه المشروع اللي نجح من اول يوم وايه المشروع ما نجحش من اول يوم. انما يعني كان اكبر مثال صارخ يعني لوقتنا ده اللي هو الفيسبوك. يعني اكيد يكون لوقوا عارفين القصة بتاعت زاكر برج نفسه صاحب الفيسبوك لما جيهه عمل برنامج. كان الغرض منه التواصل هو واصحابه اساسا. وبعدين فجأة لا ناس بتخش عليه من بره فاكتشف الفكرة وهو بطبعه فاشتغل على القصة بحيث ان هي باقي فيسبوك اللي ان شايفه النهاردة اللي بيحقق ارقام مبيعات خيالية وهو اصغر بليونير في العالم. ده اللي هو زاكر برج. في المقابل يقابله على طول نفس قصص نجاح برضو اللي هي الهوت ميل. الهوت ميل عملوا واحد هندي. وكان كل غرضه في الاخر ان هو يعني كان عنده مشكلة مع مديره. ومن الاخر ان هو وصاحبه بيتكلمه كتير وكانوا هنوده مهاجرين جداد في الهند. فالراجل ده يعني اتفق هو ويزميله ويعملوا برنامج صغير عشان يتكلموا عليه. يعني يتشاتوا عليه. فقرروا انه نبعث لبعض ايميل طب ازاي هنعمل داتا بيس صغيرة وداتا بيس دي هتؤدي الى واحد من اثنين ثلاثة اربعة. واحنا بنؤدي واحد اثنين ثلاثة اربعة دي هتكتشف انهم عملوا هوت ميل وسموه هوت ميل واشتغل. الفرق بين وغير ان اللي اسس هوت ميل باعه. وباعه في مقابل انه يبقى موظف في مايكروسوفت. عشان يقبل دخل شهري وجزء من الفلوس دي تبرع بيه وعمل جامع وا 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 وعاش وفي امريكا وكل حاجة وما زال موجودة لو منها هذا هو المسكي بتاعت مايكروسوفت. في حين انه زاكر برج لغاية النهاردة ما بقاش فيسبوك. فتعتمد حضرتك اتجاهك ايه في مجال المشروعات الصغيرة. اخر سؤال عشان بس يعني اسيبكو لبعد كده فطريقة التواصل مع برنامج انطلاقها بعد انتهاء وضعيفة. لا الفترة اللي جاية احنا بنعمل للويب سايت اصلا احنا بنبني الويب سايت من اول جديد في البرنامج. وحيب عملية التواصل كلها شبه الفيسبوك عشان انا بنحب زاكر برج جدا. هتقدر اتتواصله معانا. وهتلاقونا دايما موجودين. وهتلاقونا دايما يعني انا هتلاقيني عموما موجود في التواصل الاجتماعي. بالاضافة لكده انه يعني احنا يعني دينا كذا مقر ومن ضمنهم على فكرة هنا المجلس غاف البريطاني. اللي هيجي هنا هيقدر يسيب اللي هو محتاجه حتى ولو في الريسابشن وهيلوم ده اللي برنامج انطلاقها هيجينا. هنا تريد من شغالين كل اسبوع وموجودين معاكو. فاللي محتاج حاجة حيلينا. ومن خلال الناس. وهيوصل المعلومة اللي هو عايزة. شكركوا على حسن الاستماع. وكده بتاني مفيش هسرة كلا.